جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تأكيده على الاستمرار بالنهج الواضح فيما يخص العلاقة مع وسائل الاعلام والاعلاميين عبر الانفتاح على هذه الوسائل والتواصل الدائم مع الاعلاميين وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات لهم بما يمكن الاعلام من القيام بالدور المنوط به ليكون شريكا فاعلا للحكومة في التنمية بمختلف القطاعات ووسيطا اساسيا بين الحكومة والمواطنين وقرر المجلس في جلسته الاسبوعية تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن لتتبع تنفيذ جميع المشروعات التي تم اطلاقها خلال زيارة الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس الى محافظة حمى كذلك تم تكليف وزيري الاقتصاد وتجارة الخارجية والمالية بمتابعة مشروعات تنمية الاقتصادية والاستثمارية في محافظة حمى نظرا للمؤهلات الكبيرة التي تمتلكها المحافظة في جميع المجالات كما هو معروف انتهت زيارة الوفد الحكومي برئاسة سيد رئيس الوزراء البارحة الى حمى طبعا منذ الصباح باشرنا كمجموعة من الوزراء الذين ازاروا حمى بأعداد ترتيب المشاريع التي تم اقرارها أثناء دير سيد الرئيس وباشرنا بأعداد هذه المشاريع وترتيبها طبعا حسب الاولويات وستشمل هذه المشاريع كثيرا من مجالات المياه الصرف الصحي مشاريع الريف الغاب كهرباء مجالس مدن هذه المشاريع سترتع من شاء الله خلال الايام القادمة سيتبعها زيارة للجنة التي شكلت من السيد الرئيس الوزراء الى حمى لوضع هذه المشاريع قيد أو تدقيق هذه المشاريع مبدئيا في محافظة حمى مرة اخرى ثم سوى الباشر الى البدء بها وهي تم ترتيبها حسب اولوياتها وجه السيد الرئيس مجلس الوزراء كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية للتواصل مع فعاليات الاعمال في محافظة حمى من غرف التجارة وغرف الصناعة والعاملين في قطاع العمال المختلفين باختصاصات متنوعة لبحث واقع هذا القطاع والنشاطات التي يقومون بها في المحافظة والامكانات الموجودة وما هو المطلوب من تسهيلات حكومية لارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي في المحافظة وحرصا من الحكومة على دعم القطاع الزراعي درس المجلس مشروع قانون بعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين من تاريخ الرابع من أيار عام 2017 ووافقا على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدره تم مناقشة تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 30 العام 2015 لغرض إعفاء مستورداتنا من الأبقار الحية بقصد التربية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب طبعا هذا الإجراء مساعد لتشجيع استيراد الأبقار لترميم الثروة الحيوانية التي تأثرت بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت على البلاد وطلب المجلس من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة أحدث مراكز تسويق لمنتجات المرأة الريفية في مراكز المحافظات لزيادة الفرص التسويقية لهذه المنتجات وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريم القادري عرضا عن خطة عمل الوزارة وإجراءاتها في مجال تطوير نظم حماية الأسرة ومراكز التنمية المجتمعية البرامج التي تعمل عليها الوزارة بالنسبة للتدريب المأجور وبالنسبة لتطوير رؤية المرصد الوطني للعمل الذي سيكون من مخرجاته الأساسية إمكانية ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل أيضا تم التركيز على موضوع سياسات الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الوزارة بما يخص كافة فئات المجتمع مع التركيز على الطفولة والمرأة وحدد مجلس الوزراء دوام الجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الضغط